السلام عليكم ورحمة الله وبركاته للتعرف على الثقافات والعادات والتقاليد المختلفة في كل مركز وقرية وأشار بهاء الدين علي وشهرته بهاء العمدة إلى أنه من أبناء مركز المنشاه بمحافظة سهاج لافتا إلى أنه انطلق في يوم ستة من شهر فبراير الجاري من محافظة الجيزة حتى وصل يوم أمس اللي هو اليوم الأحد إلى مدينة مطاي في شمال المنيا حيث استضافه أهالي عزبة لقف الله للراحة والمبيد وفي إطار الحديث عن سر وهدف هذه الرحلة قال الشاب المصري أن هدف جولته الطويلة التي تمتد لمسافة تجاوز التسعمية كيلو متر وقد تستغرق شهرا كاملا في التعرف على اللهجات والعادات والمورساءات المختلفة في كل مكان بالصعيد الجواني بالإضافة إلى الاستماع للقصص التي رواها أهالي قرية الشبك التابعة لمركز البدرشين بالجيزة التي شهدت واقعة خلع قطبان الحديد وقطع السكة الحديد عن القوات الإنجليزية التي كانت تدخل الواسطة وأوضح بهذه الدين قائلا وحاول معرفة أصل وأسماء المدن لماذا سميت بهذه الأسماء مثل مدينة أبو النمرس إذا بحثت في كتاب أبو النمرس ماضيها وحاضرها للكاتبين عيد أحمد بيومي وفضل عباس وكذا بحثت عن سبب تسمية البدرشين وأضاف في منطقة الحوامدية قابلت مع شاب مصقف إذ قال حسب روايته أنه في أيام الهجرة من شبه الجزيرة العربية لدخول الصعيد جاءت قبيلة إسماء الحوامد وسكنت المنطقة هناك لذلك سميت الحوامدية نسبة لبني حامل وحول ما شقت الصفر والرحلة على ظار الحمار لفت العمدة إلى أنه واجه العديد من الصعوبات أثناء رحلته على ظار الحمار ومنها حينما وصل إلى المنطقة بين بيبا والفشن بمحافظة بني سويف حيث أن بعض الأهالي منعوه من الببيد بالطريق وعلق الشاب المصري على هذا الأمر قائلا لا أعلم سبب خوفهم قد يكون لأنني أرتلج الباب وأركب حمارا وبعض الأهالي رفضوا استضافتي في مركز بيبا ببني سويف رغم أن الحمارة على الأرض وفي المنيا واجهت مشكلة خاصة بعدم التصريح بالتصوير من جهة أخرى وأشار الشاب المصري إلى أجمل المواقف التي شهدها في رحلته من بينها لقائه بعامل مزلقان أبو ربع وهو شاب اسمه محمد وتابع متحدثا عن هذا الموقف استقبلني أفضل استقبال وقدم كل ما في إمكاناته وحاول توفير كل الوسائل المتاحة لتيسير رحلتي وقضيت صهرتي معه وفي الصباح التقيت بطفل يخرج من بيتي حاملا الشاي وبعض المخبوزات وأصر على تناول الإفطار معي وأردف كنت أحرص على عمل بس مباشر بين الحيل والآخر يوسق لقاءاتي مع الأهالي وهم يتحدثون عن العادات والتقاليد في القرى كما أن هناك سيارة سبع راكب ترافقني بها جميع احتياجاتي الخاصة واحتياجات الحمار ايه رأيكم يا جماعة في القصة العجيبة دي يعني الراجل ده بيلف في البلاد إنه عاوز يعرف مثلا البلاد دي سمه يتلئيه ويعني ده عامل سبحان الله عامل زي الصياح ماشي يا جماعة ويا جماعة يا ريت يعني ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وعمل لايك للقناة وإن شاء الله يا جماعة بإذن الله حتوصلكم كل أي حاجة غريبة بإذن الله حتوصلكم ويا جماعة ما تنسوش بالاشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته